الوضع الإنساني في اليمن الملف الأكثر حضورا لدى المنظمات الدولية فمنذ سقوط الدولة بيد الميليشيا والوضع الإنساني يحتضر أكثر من أي وقت مضى نهيك عن تدهور الحياة المدنية ووصولها إلى أدنى المستويات لتشكل بذلك معدلات خيالية لدى بيانات الأمم المتحدة وغيرها الأمراض وسوء التغذية وتعطيل فرص كسب العيش وتراجع معدلات الأمن الغذائي وصعوبة الوصول إلى الماء الصالح للشرب هي المعضلة الأولى التي كان يعاني منها المجتمع اليمني قبل الحرب فكيف سيكون الوضع بعد الحرب نفسها لذا لم يكن غريبا تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الذي أكد أن نحو 113 يمنيا يموتون يوميا جراء نقص المواد الطبية والمساعدة الإنسانية مضيفا في ذات التصريح أن قرابة 19 مليون يمني لا يحصلون حاليا على مياه صالحة للشرب وسبق هذا التصريح تحذير منظمة أوكسفامي لغاثية التي قالت أن الحرب في اليمن تجعل ثلثي سكان البلاد أمام خطر عدم الحصول على مياه نظيفة وهو ما ينذر بكارثة صحية كبيرة وبين كل هذه التصريحات والتحذيرات يظل المدنيون أكثر الخاسرون في المعادلة والأكثر دفعا لفاتورة الحرب المفروضة عليهم